موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرامين ما تكونوا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم والبداية بجولة سريعة في أبرز عنوين الصحف موسيقى البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقاء الحديداء الميليشيات الحوثية ترتكب جريمة جديدة بحق المدنيين برنامج الأغذية العالمية يرفض تحويل المساعدات الغذائية إلى جبهات الحوثيين سيول الأمطار تجبر مئات الأسر على النزوح في ريمة سياسيون تحرير الساحل الغربي يضعف اليد الإيرانية في البحر الأحمر ثلثا مزارعيتها ما فقدوا عملهم الحوثيون حولوا المساحات الزراعية إلى حقول الغامة في وكالة خبر نقرأ اليمن تتذيل قائمة الدول العربية في حرية الصحافة للعام 2020 وفاتوا وإصابة 12 شخصا بينهم خمسة أطفال وانهيار عشرات المنازل جراء السيول والأمطار في عدن الضالع وحدة دروع المشتركة تستهدف رتلا عسكرية الأرصاد يحذر المواطنين في محافظات عدة بعد سيول جارفة ضربت عدن في موقع منبر المقاومة المشتركة تسقط طائرة استطلاع حوثية في الدريهم الأمطار تخرج كهرباء عدن عن الخدمة مساهمة أمريكية كبيرة لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في حيث بالأسلحة الرشاشة عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية مياه الأمطار في عدن تعطل حركة السير والمواصلات الأمم المتحدة تقول إن غريفث يسعى لوقف القتال في ظروف صعبة عودة التيار الكهربائي إلى بعض مناطق مديريات عدن في موقع نيوز يمن قطع الاتصالات عن ثلاث مديريات في مأرب ومعارك عنفة في مجزر الميليشيات تفجر منزل مواطن ظالع تصدى للحوثيين وقتل وأصاب عددا منهم الجيش والمقاومة يقتحمون أول مواقع الحوثيين في مكيراس صحب ركامية وتوقعات بتساقط أنطار غزيرة في عدد من المحافظات في صحيفة الأيام نقرأ عدن منكوبة أنطار وسيول تفصل مديريات العاصمة عن بعضها الأورو متوسط يكشف عن سجن حوثي لتعذيب المعتقلين في جزيرة يمنية في صحيفة الشارع عدن مدينة منكوبة أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة تقتل ثمانية بينهم خمسة أطفال ومرأتان وتلحق أضرارا بعشرات المنازل والسيارات انقطاع الكهرباء عن المدينة بشكل كامل ومصطر يتوقع استمرار الانقطاع أكثر من 24 ساعة لا تزال شوارع المدينة غارقة بمياه الأمطار في ظل غياب كلي لسلطات المحلية والحكومة رئيس الوزراء حجم الخراب والخسائر التي طالت مدينة عدن هائلة سيول الأمطار تغرق محطات الكهرباء في عدن وتقطع التيار الكهرباء عن المدينة بشكل كامل الأرصاد يحذر اليمنيين من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدد من المحافظات وفي صحيفة ذاتها أيضا نقرأ مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات قبلية وصدى مدينة أحور في أبيان محافظ حضر موت يعلن رفع حضرة الجوال وفتح المساجد في كافة مديرياته ومدن الساحل بدءا من غدن الخميس حول ما حصل في عدن مؤخرا من كارثة بكل المقاييس وكل ما تحمله الكلمة من معنى كتب عامر العيس مقالا تحت عنوان عدن الغارقة أنا لست انتقاليا ولا شرعيا ولا إخوانيا مثلي مثل عدن تماما أبحث عن الحياة والحق عن الوطنية الغائبة والوطن المنهار فما تغني الأسماء ونحن نغرق بقشاش الشعارات التي لم تزيد عدن إلا عذابا وتشرذما وموتا بكل الأساليب والطرائق الكل سوف يتغنى بليلة وليلة تموت الكل بحب عدن وعدنت عن الكل يسعى سعيا خلف الاستحواذ والمكاسب السياسية والرهانة العسكرية وحياة عدن ووضع أهلها ليهم أحد فيهم تبا لكم ورشعاراتكم الجوفاء الأوطان لا تبنى بالأسلحة بل بالأفكار وكل الموجودين على أرض عدن يملكون السلاح ولا يملكون الفكر والإدارة وجميعهم مراهقون سياسيا لم تر عدم منهم نعمة ولا خيرا غير الموت والدمار الشرعية تتهم الانتقالي والانتقالية تهم الشرعية وعدن وحدات وعاني أصناف الموت والعذاب عدن التي شوهها بجنادلهم وجنودهم وحربهم دون أن يلتفت أحد للإنسان في عدن دون رحمة لوجعها ومعاناة أهلها ودموع سكانها الغارقين في الأزمات يوما بعد آخر وبين مضرقة الشرعية وسندال الانتقالي تروي عدن أسوأ الأزمات وتبكي أنكى الظروف وتعاني كل الأوجاع وتنتحب حد الموت حتى أصبح لسان حالها كفى بكدان أن ترى الموت الشافية وحسب المنايا أن يكون أمانية عدن ليست معركة تخاض في تويتر عدن لن تبني منشورات في شوارع الفيسبوك تكتب من فنادق الرياض ومتنزهة دبي عدن تبحث عن من يهتم الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز والإنسان العدني وليس من يهتم برس الأحرف وتربية الأكاذيب وبيع الوهم وقص الأعلام وتشييد الشعارات مدينة تموت مع كل سيف وتغرق مع كل مطر وأنتم تبيعون الكذب وتسطرون الإفك وتتغنون بعدا التي ترونها تموت قهرا وظلما دون ذنب سواكم أنتم أكبر دون بعدا أنتم جميعكم شرعية انتقال إصلاح جميعكم فاشلون وعلى أهل عدن أن يخرجوا برجالهم من هذه المستنقعات القذيرة ويبنون بلادهم بعيدا عن هؤلاء الأشرار وهذا المثلث السياسي الذي يذكرني بمثلث برامودا عدن التي كانت عاصبة الثقافة وقبلة العلم وأرض الفن والسياحة والتطور هاية تصبح خرابة سياسية وكبش في دائن قوم لا يرقبون إلا ولا ذمة في هذه البلاد العظيمة الناس شبعت شعارات لا تزمن ولا تغني من جوة إذن لو بدأنا من آخر ما كتبه عامر العيص الناس شبعت شعارات لا تغني ولا تزمن من جوة يسرني أن نناقش هذا الموضوع بل بكل أسف نناقش ما حصل من كارثة في عدن مؤخرا وضيفي عبر الهاتف الأستاذ جمال بالفقي مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة والمنسق العام باللجنة العليا للإغاثة وأيضا الصحفي عبدالخالق الحود نبدأ نقاش بتفاصل قصير لو بدأت معك أستاذ عبدالخالق الحود ربما لتطلعنا أكثر على حجم الضرر الحاصل في عدن وانتا من أبناء عدن اليوم نعم اليوم إدارة أمن عدن أعلنت أن السيول التي جرتت يوم أمس أدت أكثر من 150 منزلا في مدينة سريتا وأكثر من 13 منزلا بشكل كلي أو ديكي في مدينة السواهي أدت أيضا إلى وفاة 800 أشهر بينهم خمسة أطفال وإصابة أربعة آخرين في مدينة الشيخ أثمان هذه القرار المادية وأيضا الوقيات التي تقطت يوم أمس في مدينة عدن أكبر مقارنة بالسيول الجارسة التي هطلت تقريبا بداية الشهر الحالي طبعا المدينة تمر بكارثة كبيرة البنية التحقيقية تتمرت بشكل كبير عدد كبير أيضا من المنازل سويت في الأرض هناك أيضا من المنازل سقطت على رأس الساكنيها كما أثرتنا هناك بحايا هناك أيضا مشربين باتوا خارج منازلهم أيضا هناك أضرار جتيمة لحقت بمركبات المواطنين وأيضا من المتلكات بدافل المنازل هناك ثلاثة كبيرة أيضا ما حقا بالأجهزة المنزلية في كثير من منازل مدينة عدن تحديدا حي الشيخ المعلى وكذلك أيضا الأحياء القريبة من الجبال المخيطة وكذلك في مدينة التوهي ونتحدث عن كارثة بكل المعيز أيضا أنها تشعر في غضب شديد وأيضا باستياء كبير لاحظناهم من خلال مواقع التواصل اجتماعي من أيضا من تصرفات خطوبة المنزلية التي لم تتحرك حتى اليوم بإنقاذ الناس أو حتى تطمينهم بوجود إجراءات بلية لن نرى أيضا اليوم السلطات المحلية تتحرك إلا باستثماء بعض المأمورين والمأمورين والإجراءات المدينيات نزلوا إلى بعض المناطق وحاولوا بقدر الإسلام واساة الناس التي فلر سنازلهم بفعل الكارثة التي حلت في مدينة عدل ومأم جميل أصداد جمال بالفقي هي كارثة بكل المقاييس في آخر تحديث لسلطات الصحية هناك تحدثت عن 14 قتيل أو ناقل شهيد أصداد نتيجة هذه الكارثة المؤلمة التي حلت بعدا أنتم في الإغاثة وفي وزارة الإدارة المحلية ما الذي يمكن أن تقدموا لهؤلاء الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيد المحيدة السيد المرسلين نحييكم ونحيي مشاهدين الكرام وضيفكم الكريم طبعا كارثة السيول وكارثة الأمصار الشديدة التي جاءت يوم أمس طبعا عندما نتحدث عنها فطبعا هي هذه السيول الأول مرة تأتي من فترات طويلة من 30 سنة إلى 40 سنة ماضية الواقع أن وجود هذه الكارثة بسبب وضع منطقة محافظة عدن بالذات الكريتر والمعلة والتواهي هي موجودة في منطقة محصورة إلى قانب قريب الجبال طبعا المؤسسة الكبيرة التي حصلت طبعا بالسبب عوامل كثيرة أول أن الأبطار الغزيرة والسيول الجارفة عندما أمتلأت خزانات أو أحواض الصهاريج تدفق السيول إلى كريتر وكان طبعا بلا شكل تتحمل المسؤولية كذلك المواطن الذي هو يبني أشوائي في مجال السيول طبعا العملية كانت مفاجأة منسوب المياه الذي هو حسب سبب الكارفة أكثر فتأثرت كثير من المحلات التجارية والبيوت واللي زي ما تحدث معك ضغف الكريم طبعا العدد غير قليل والضحايا الذي خلال هذه الأشياء في منطقة صغيرة جدا طبعا أول حاجة يعني فيه تكسير يعني فيه جهود لكن فيه تكسير يعني الدفاع المدني يجب أن يفعل في خسارة ستة الماضية بفضوط تفعيل الدفاع المدني من أجل إنقاذ المواطنين هؤلاء ويكونوا تواجدين طبعا نحن فيه السلطة المحلية واللقنة على اللغاثة بدأنا أولا نحن خنزلنا خلال بعض المؤسسات الشريكة مع اللقنة على اللغاثة بشفط السيول أو شفط بياه الأمطار في أماكن كثيرة خاصة بالذات في المخيمات التي برضى تقريبا المخيمات كلها تضررت وتسببت كارثة أخرى إلى قانب غير النازلين كذلك كثير من المواطنين الآن في بعض الموجودين في المدارس طبعا نحن عملنا مناشدة أولا أولنا بأننا عدن منقوبة وعملنا مناشدة لمنظمات الدولية وكذلك لمكتب التنسيق الخليجي المكتب التعاون الخليجي لتراعيات وكذلك لعملية المساعدة بحالة بشكل أسرع اليوم عقد اكتمام على ناب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخبجي مع السلطات المحلية حقيقة تعمل جهود كبيرة طبعا أنه ما قد تكون هذا الجهود كبر الكارثة لن يبهد هذا الجهود عندما ننظر الناس كذلك فيه كثير إمكانيات ضعيفة جدا لأن كثير من مجال السهود المخلقة كذلك لا يوجد بشكل أكبر لا توجد شرط المياه كذلك أمور كثيرة التي تحتاجها للتوفير الآليات معينة لمساعدة المديريات والسلطات المحلية للتخفيف بشكل عام في المستقبل طبعا المخلفات السيول الآن كبيرة جدا خاصة الحجار التي تزفقت من الجبال إلى قانب السيول عندما شفت المياه الآن خلفت مخلفات أتربة وإحجار من الآن في الشوارع يجب أن يكون فيه تكاتف كثير ويجب أن يكون فيه تعاون ما بين المواطنين وما بين السلطات المحلية وما بين كل إنسان ويكون فيه واحدة القرار نحن فيه تداعيات كثيرة فيه كثير تواصلهم عن اللجنة للغاثة من أجل التدخل نحن في أطار حصر الأضرار وما هي الاحتياجات الحقيقية من أجل مساعدتها أولا المواطنين وخاصة في شهر رمضان مبارك ومكس سلمان أبدأ استعداده منظمات الدولية بدأت أبدأ استعدادها فكل الناس إن شاء الله في خلال فتاة القادمة نعمل جميل سأعود إليك ربما حتى على موضوع لم يكن فقط المتضررين أول في عدن بل حتى في لحج ومخيم النازحين في لحج سأعود ربما للحديث أكثر عن ذلك معك لكن دعني أعود إلى الأستاذ عبدالخالق الحود لو أطلعتنا على الأسباب التي جعلت من هذه الكارثة تحل بأبناء عدن ربما هي الحالة الأولى التي تحصل أو تشهد عدن كارثة بهذا الشكل ما هي الأسباب رأى هذه الكارثة نعم أولا هناك إنعدام ثقة بالسلطة المحلية وكذلك أيضا بالحكومة الشرعية من قبل المواطنين نحضنا هذا الأمر من خلال حادث المواطنين الذين لم يعودوا يستطيعون إطلاقا بالحكومة الشرعية وإجراءاتها التي ممكن أن تؤدي إلى رفع معاناتهم كما أثلت بيتك الكريم كانت حجم الأبطار مهولة وكانت تنبية السيون التي دفقت على مدينة عدن غير مسبوحة كانت السيول كبيرة جدا وكذلك أيضا كما أثبت أيضا ضيفكم لكن تحدى الضيفي أيضا إلى نقطة مهمة أستاذ عبد الخالق أن المواطن لم يلتزم بأشياء كثيرة في عدن وبدأ يبني بنايات عشوائية التي أعاقت ربما حركة السيول هذه أحد الأسباب وليس السبب الرئيس هي أحد الأسباب التي أدت أيضا إلى كارثة أو إلى تدفق السيول والحراط عن مساراتها التي كانت تسير عليها في عوام شابقة بعد استعمار البريطاني والتي كانت تنزل لمطارق معينة في مدينة سرية تحديدا وفي مدينة السواهي والمعلى بناء العشوائي في بعض المناطق أيضا أدعي لتضرر أفحاب هذه المنازل لأنهم كانوا بحية هذه السيول أو كانوا أول من تضرر هذه السيول المتتسقة كثير من هذه المنازل تضربت لأنها مبنية بشكل عشوائي وغالبا هذه المنازل تكون مبنية بأدوات بطيطة خاصة في مناطق الضبان بالتالي ربما هي إرادة الله سبحانه وتعالى والأمور ذهبت في هذا التجان نحن نتحدث الآن عن المنازل التي تضرر خاصة المنازل المبنية في الأدوار السفلة خاصة في مدينة أكسواهي حجم الأفطار كانت كبيرة وتضرر الكثير من المنازل كثير من الأجهزة المواطنة الأعطبت وكذلك حاجياتهم وأيضا لاحظنا أن الكثير من الناس قد ججروا من منازلهم تسيجة انكلائها بالمياه ربما يستغل الأمر يومين أو ثلاثة كانت أحراب السلطات المحلية أن تبدأ بعمليات الشفط المناء المتجمعة في هذه المنازل وتحديدا كان الأولى أو أبنيات السلطة المحلية إعادة السيار الكهربائي خاصة وأن محافظة عدن كما يعلم جميع هي مدينة شديدة الحرارة وكذلك في مخيطها لكن ربما لعودة السيار الكهربائي أيضا ربما يتكون له مخاطر أستاذ عبدالخالق الحوت خصوصا أن مناطق عديدة ما تزال مليئة بالمياه وربما يخاف عليهم حتى يتسرب في التيار الكهربائي لهذه المياه سيشكل كارثة هذا ما نسميه عمل بين أجهزة الدولة ينبغ أن يكون هناك عمل تعاون ينبغي أن يكون هناك أيضا مكاتف وأيضا تسيق مستمر بين أجهزة الدولة خاصة في مؤسستي المياه والكهرباء وكذلك أيضا المؤسستات الأخرى والسلطات المحلية يجب أن تتكاتل جميع من هذه الكارثة التي أحلز المواطنين في مدينة حاجب نتمنى الخير لأنا نتمنى نحن على ثقة أن المواطنين في مدينة العداء قادرون على أن يتجاوز في السوارك ولكن حجب الكارثة كان كبير وربما ستكون له تجاعيات أيضا على مدينة القيبة الأصدر عبدالخالق الحود الصحفي والكاتب السياسي أحد أبناء عدن شكرا جزيلا لك أعود إليك أصدر جمال بالفقي أيضا في محافظة لحج هناك كارثة أخرى حلت بأحد المخيمات للنازحين ما حجم تلك الكارثة التي حلت هناك طبعا بالنسبة في محافظة لحج طبعا أول قبل كل شيء أن جميع مخيمات النازحين هي تضررت من السيور بشكل أساسي وكامل طبعا المخيمات هي باستمرار هي كانت أول أول شيء هي صاحب هذه المخيمات في أطرف حطول أمتار سواء كانت صغيرة أو كبيرة لسبب وضع المخيم بطريقة وضعه ليس بالوضع الذي ممكن يحمي النازحة طبعا ليس في لحج طبعا في لحج هي حوالي عدة جميع المخيمات في محافظة لحج ومحافظة عدل هي تضررت في شكل كبير وأساسي نحن نحاول نعمل عملية بحضر ونحاول نحن نبدأ كذلك نبدأ في عملية عادة الخيامة إلى كهيم من منها ولأ في هذه المناطق للنازحين لكننا نتمنى أن المساعدات التي تأتي عن طريق المنظمات الدولية والتي هي معنية بشكل كابل في حماية النازلين ووضع النوع الخيام وهذه بشكل أفضل بهذا نتواجأ أي عصارات مستقبلية طبعا عملية المواد الغذائية الآن يقوم بشكل عام نحن في ندال الاستغاثة نحن طلبنا حتى من نظرة الدولية وتواصل بعد العصر وكذلك في إخلال بأنه ممكن يقدم مساعدات نحن الأساس في العملية نحن لا بد نتحصل ما هي الاحتياجات التي تطلبها محافظة لحج ومحافظة عدد وفي أي محافظة في الجمهورية من أجل وصول إليها لتقديمها دائما عندما نحن دائما خاصة نتكلم عندما نكتمع مع كثيرا من السلطات المحلية ودائما نتحدث عن طلبات كثيرة لكن لم تحدد هذه الطلبات ولم تحددها بشكل احتجاج حقيقي توصل إلى من أجل مساعدتهم للتدخل في هذه المساعدات طبعا الجهود التي تمزل ليس جهود بسيطة إنما قلت الإمكانيات إلى حجم الكارثة هذا من جعل له الحق المواطن لا يثق وله الحق المواطن تضايق لأن في الأخير الضحية هو المواطن طبعا من خلال لقاءاتنا في خلال الفترة القادمة يجب أن تكون في استعدادات حقيقية للمواجهة هذه الكوارث يجب أن تكون في كل مديرية مستعدة لعملية الشافط وعملية البنبات ومشاعدة الأليات الموجودة حتى بشكل بسيط بحيث أنها ممكن تقوم بعمل الشافط وعملية منقاد المواطنين وتدخل سريع ربما طبعا طيوة دوجة الإمكانيات في التدخل سريع جميل دعني أقف عند هذه المقطة أستاذ جمال وأنتقل ربما أستاذ فتحي باللزرق يستحرير صحيفة أولا مساء الخير وتحية طيبة والجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وتحية طيبة لكيوك كلفان إلى أين وصلت الكاريفة في عدن ربما هذا هو السؤال الأكبر والأكثر الحام في الوقت الحالي مدينة عدن عاشت ظروف مأساوية يوم أمس الكولفان هطل المطر لأكثر من خمس ساعات متواصلة في مدينة بنيتها التحكية متهالكة وممرات الصرف الصحيم معطلة مخارف السيول أيضا ألغيت إلى حد كبير خلال العقود الأخيرة وتهالكت أيضا والبناء الأشوائي قضى على ما تبقى منها في ظل هذه الملامح المأساوية للوضع العام في عدن كان هناك أيضا غياب حقيقي للدولة ومصصة الدولة والسلطة المحلية والإجهزة التنفيذية بشكل عام بالتالي كانت المأساة متضاعفة لو أن الدولة كانت حاضرة ومصصة الدولة حاضرة كانت هناك مأساة ومشكلة في العالم لكن مع غياب التحرص التحرص مع غياب الدولة مع غياب مأساة الدولة إلى الأسف كانت المأساة مراعفة وكانت المشكلة أكثر مما كان يقل أن يفتر بالتالي نحن الآن أمام أكثر من أرضا الموجيجيات تعرضت لضرر كبير هي الثواهي والمعلى والكريتر وأيضا المنصورة والشيط قطمان الموجيجيات الأخرى ضرر ربما فيها أخص لأنها مناطق لا يوجد فيها مناطق كبرية أو خلف كذلك لكن الضرر الكبير هو في المعلى والثواهي والكريتر هناك أكثر من حوالي ربما ألف أو سراء أو خمزين سراء العدد الكبير كبير المشردة هناك عشرات المنازل التي تهتمت عشرات المنازل التي تتضررت عدد الوفيات حتى ظهر يوم الأرعاء بلغ ثماني أشخاص يعني الوضع تعدل الأشخاص جديد الصورة الفيديو التي أكثر في نقلة بعض الموقع الطوازل الطمعين وضمع تتكون أبلغ من أي حديث أو من أي وص أو من أي شرح هناك مأساة هناك لا يوجد لا من الطرف المسلحة التي في عدد الكل الأشخاص الشديد عاجب عن تقديم شيء يذكر جميل مع كل حجم الكارثة التي تحدثت عنها أستاذ فتحي باللزرق ربما ألف أسرى مشردة تحدثت عنها عشرات المنازل دمرت كل هذا الخراب الذي حصل في عدد هل دفعت عدد ثمن خلافات الساسة بالتأكيد المؤلم في عدد أن عدد كانت تسمى ثاغر اليمن الباسل كانت نموذج حقيقي للدولة النموذج الحقيقي في القانون النموذج الحقيقي لوقود المؤسسات كانت المؤسسات الدولة تغيب أو تضعف في بعض المحاضرات اليمني الأخرى لكنها تضمح حاضرة عدد منذ خمس سنوات تدفع ضريبة معساوية للإفتراع عبثية بين أطراف السياسية مختلفة ارتبعت الأصوات أكثر من مرة ونادت الأصوات العاقلة وقالت أنه ليجب تحليل عدم الصراع السياسية أو تعجيل أي خرع إلى وقت آخر لكن الأطراف السياسية أبت إلا أن تجعل من عدم ساحل الصراع السياسية فيما بينها وفي الأخير المؤلم أن المواطن العادي هو المتضرر لا يتضرر السياسي ولا القياد الأسكري لكن المتضرر هو المواطن العادي الذي للأسف تضرر بشكل كبير من حالة اختراع السياسية السائرة عادا تضم كل اليمنين عادا تضم المئات الألس من المحاولات الأخرى تضم حوالي حالي تعتقد أنه تقترب من ثلاثة مليون نصنة بالتالي وضعها كان يجب أن يكون موضع ميز وكان يجب أن يوقف الصراع في لحظات الأولى وأن لا تنهب الأقراف تضح الصراع التي أضرت المدينة المدينة اليوم لا مؤسسات حكومية شغالة فيها ولا محافظة ولا سلطة مهدية ولا مؤسسة فيها صارت للأسف الشديد وضع من أصعب الظروف أو من أصعب الأوضاع التي تعيشها اليمن أستاذ فتحي ربما البعض يتحدث أن تسخير الجهود وتسخير الإمكانيات وتسخير الموارد في محافظة عدن كلها صب خلال الفترة الماضية باتجاه التسليح واتجاه العسكري وكل هذه الأمور بل زاد الأمر تعقيدا أن هناك ربما قطعت أوصال الشوارع بكنتونات سواء كانت صخرية أو حتى بالخرسانة المسلحة وهو ما فاقم ربما السيول وما كل ذلك لكن الإشكالية أنه لم يتم تسخير أي موارد أو جهود نحو البنية التحتية نحو إصلاح الصرف الصحي إصلاح الممرات السيول وكل هذه الأمور ما مدى صحة ذلك يا عزيزي عدن حتى اليوم الناس يسير على الشوارع التي انشئت في أهد الزعيم العدل الصالح سواء من طرقات سواء من كسور سواء من مؤسسات حقومية سواء من مدارس سواء من حتى حتى أعنجة الإنارة هي انجذة قبل العام 2011 لم يحدث في عدن حتى إنجاز مشروع سلع أكلمات على حساب الدولة وعلى حساب السلطة المحلية رغم أن عدن أساسا تمجت مقونات إرادات مالية ضخمة جدا بين هلسين النص الضرائب عوائد الأشواق عوائد القاتل لكن هذه الأشياء تتترك إلى أي مختلفين عدن المشكلة اليوم أنها مقسمة بين ألف وألف قائد أسكري بين ألف وألف قائد جماعة مسلحة كل الأطراف التي تشلت في إدارة عدن خلال السفر الماضية والصراع أضرها بشكل سبيل قلنا أكثر من مرة قلنا أنه عدن لا تحتاج من يستطيع أن يحكم عدن من يستطيع إدارة بشكل صحيح تنمية وكل الإتثمار ومساعدة السناف لكن الأنس الشديد عدن اليوم لا يوجد فيها مشروع واحد لا يوجد تحتية ولا حتى في مشاريع هذه لا يوجد تعمل الشوارع رمضتها منظمات المتحدة لكن السلطور الحكومي للأمان لا يوجد هذه حقيقة يجب أن تقال أعتقد أنه بعد عام يا سيد الكديم بعد عام لن يجد الناس في عدن مسافة واحد يجب مثل مسافلة في عدن تخيل أنت هذه الندين عرفت العرارة والإسفلت وعرفت اللتاء والتلفزيون يجب أن تصل الأطراف المتصارعة والأطراف المتحكمة أنه هذا النموذ الفاسد لن ينجح لا جدوى يعني هذا نموذ الفاسد يعني احكم ونجح لك أن تحكم وتفشر وبسرعة الفسر هذه مأساة مع كل ما ذكرته من مأساة عدن ويعيش أبناء عدن حتى كما ذكرت أنت الأسفلت تقريبا بدأ ينقرض من شوارع المدينة إضافة إلى كل هذه الكوارث الطبيعية التي تحل بالمدينة أيضا طبول الحرب تقرع على أبواب المدينة وكأن لسان حال المواطن اليوم في عدن المصائب لا تأتي فرادا من المأساة التي تعيشها عدن فعلا أنه مدينة لا تهرب فيها دانية لا خدمات لا دولة لا مؤسسات لا معيشة لا مستشفى وثم تتحدث الأطراف المتطارعة أنها بحاجة إلى خوف طراعة الكريديد إلى كل مأساة الحديث أخلاقيا مدينة تحديث عن طراعة من كل الأطراف لأنه شديد بين كل أسبوع أو كل أسبوعين وآخر نتحد أو نسمع عن حديث عن طراعات جديد عن تحشيدات أسكرية في كل الأطراف سيد العزيز أكثر من 300 أو لا أبالغ قلت لك أن أكثر من 150 ألف أسكرية من كل الأطراف وربما على تقوم عدد حوالي 200 ألف أسكرية مياه سيد العزيز لا تحتاج كل هؤلاء الأسكر ولا تحتاج المدافع ولا تحتاج البنات ولا تحتاج المدرع لا تحتاج مياه الصحي ومياه الشرب النطيفة ووسائل التهروف تحتاج إلى محاصط يؤدي دور المشركيين تحتاج إلى حقيقي تحتاج إلى طرص عمل للناس عن منور الحالي للأسكر المترجم أشكرك جزيلا شكر الصحفي والكاتب السياسي البعروف فتحي بلزرق رئيس تحري صحيفة عدن الغد كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا موصول الأستاذ جمال بالفقي مستشار وزارة الأدار المحلية المنسق العام باللجنة العليا للإغاثة إضافة إلى ضيفي العخر عبر الهاتف كان معنا عبد الخالق الحود الصحفي والكاتب دائما شكر لكم أنتم مشاهدين الكرام أينما تكون على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى